السلام عليكم الايو دي او اللولب عبارة عن جهاز ميرن على شكل حرف تي بيتم وضعه في رحم الام علشان يمنع الحمل واللولب بيكون فعال بنسبة 99% ودي اعلى نسبة موجودة في طرق منع الحمل وبيتم ادخال اللولب داخل الرحم عبر انبوبة رفيع وطويلة وفي نهاية اللولب بيكون متصل خيط والخيط ده بيظل موجود لانه بيساعد بعد كده في عملية ازالة اللولب وعندنا نوعين من اللولب وهم اللولب النحاسي واللولب الهرموني اللولب النحاسي بيسبب التهابات طفيفة داخل الرحم فاول ما بتصل الحيوانات المنوية لداخل الرحم بتموت بسبب الاستجابة الالتهابية وحتى كمان لو قدرت بعض الحيوانات المنوية انها تصل للبويضة وتخصبها فاللولب النحاسي بيمنع تثبيت البويضة على جدار الرحم وبالتالي ما بيحصلش حمل واللولب النحاسي بيكون فعال من 5 سنين ل 10 سنوات وبعدها بنغيره بلولب تاني وهو اللولب الهرموني، وده بعد إدخاله للرحم بيبدأ ينتج هرمون البروجستين، والهرمون ده مهم جداً، واتكلمنا عنه قبل كده في حلقة شريط البروجستين، اللي الأم بتزرعه تحت الجلد علشان يمنع الحمل، والتغيرات اللي هتحصل هتكون كالقاتي، رقم واحد بيوقف عملية الإباضة، بمعنى إن الأم مش هتفرز بويضات من المبيض، وبالتالي مش هيحصل حمل، رقم اثنين بيزود الأفرازات اللي موجودة في عنق الرحم وبيخليها سميكة، وده بيمنع دخول الحيوانات المنوية داخل الرحم، رقم 3 بيجعل بطانة الرحم رقيقة، علشان حتى لو المبيض فرز بويضة مخصبة، ما يحصل لهاش انغماس أو تثبيت على جدار الرحم وتخرج برة، واللولب الهرموني بيكون فعال لمدة 3 سنوات وبعدها بنزيله، وممكن إزالة اللولب الهرموني أو النحاس في أي وقت، وبترجع الأم للخصوبة وتقدر تحمل مرة تانية، ترجمة نانسي قنقر